مرحبا بكم في زنفيرت برنمجكم البيئي المفضل حسب أنا كيما العادة وآخر الأحصائيات اللي قمت بها أنا واحدة وأنتوما جسبر تكونوا موافقيني في رأيي هذي وانتوكا جسبرتو على أراعكم مستمعينا وإنما أنتم موجودين على الفيس بوك راديو EFM وكما تنجمو زيدا تابعونا على EFM TV وانتوكا جسبرتو عن ناسليم اللي أمنلنا في البث على EFM TV وكي جنال نحب نقولكم انه في وقت الإميسيون تنجمو تابعونا احنا وأجوي الستوديو في على EFM TV وكي يبدأ فام مغني يبدأ فام الكلب متاع الغني يا زيدا على EFM TV كما كنا نسمعو في الشيب خالد وشيبا وشيبا سيتي سيماتيك أنا طبعت الجنية انتوكا عملت عليها كيف على EFM TV، أنتو مازادا نساحكم لديما ديما ديما تكونوا برانشي على EFM TV بش سليم زادا يخدم بالقده 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 موظا معاكم شريس كما العادة كما كل نهار تسبت من مادي ساعتين المدى الثافي في زين وقت معانا مالك معلوي ديامنتم تعليم GSM في البروديكشن في الديجيتال والتي تعمل لنا الكارتون ودنيا الكل يا أميمة صديقتنا أميمة الوسليتي اللي جي بالذمة خاطر مغرومة بزاندفيرت وملك الإخراج أمينوس معنا كالعادة التصفيق 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 الحار لكيب دو زاندفيرت تترحب بكم وين منتوما موجودين فرحانين بارشة اللي احنا موجودين معاكم كل نهار تسبت من مادية ساعتين للمادية ثلاثة اليوم معنا بارشة بارشة حكايات باش نحكيوهم لكم خاصة بعد اللي صار جمعة كاملة في الحياة البرية باركة علين تحمل حياة باركة حافلة كنا نجد حيوان باري مثلا في المدينة كنت تتفكروا يا كالك سمين كالك موانا وانوا ديخ في الصيف يظهر لي حكا لقينا ذيب موش تعلب ها؟ ذيب ذيب ما نفرق بنيتهم لتاو لقينا ذيب في وسط المدينة والناس ما عرفتش كيفاش تتصرف ايبا اليوم عنا حل بش نقدموه لكم بعد شوية معاويل بش نحكيو على حاجة تهمنا لكل كاتوين حسينا بنقصها برشة خاصة سيف الصناع وهي الأمتار والماء في تونس نعرفوا ناس كل اللي قاعدين نسمعوا في وسائل العالم فما جافافة فما نقص في المياه فما قصان ماء يسبيح لي العشية يظهر لي مشكنين انتوما زيدا مستمعين اتعانيو من قصان الماء دونك الليوم بش نحكيو على قصان الماء خاصة بالنسبة للفلاحة كيفاش عاملين مع نقص المطر مع قصان الماء كيفاش بش نعملو تعرفوا انتوما كان ما فمش ماء معنات الخضرة والغلة بشتغلة دونك مأثر فينا احنا مباشرة كمواطنين حتى اللي مش فلاحي يأثر فيه دونك بش نحكيو على أزمة المياه في تونس اللي تتفيقم مع غياب مؤشرات نزول الأمتار مع انت الخبراء في المعهد الوطني للرس دي الجو يقول لك راهو ماذا نشوف فيه مطر جاية مطر اللي البيهي اذيك ماذا نشوف فيها جاية كيفاش نعملو شنو اللي بش يصير هذا الكل اذا بنا نفهمو بش نعرفو كيفاش زيدا احنا نتصرفو مع قلة الامتار هذا مع الخبيرة في الموارد المائية وتغيرات المناخية روضا قفراش تكون معنا بعد شوية وكال عادة الدكتور عريدين مداحية عنده عملية أغغغغغنة نريد تغيرات المناخية كيفاش نستحوذو علي حيوانتنا الأليفة كيفاش ندويهم كيفاش نخليوهم في صحة جيدة ونحميو زيدا احنا رويحنا مننا الامراض اليوم بش نحكيو عالي حاجة منتشرة برش 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 للأسف في بلادنا ممنوعة في بعض البولدين المتقدمة في البولدين المتقدمة مش بعض ممنوعة لكن ما زلت موجودة واللي هي قصان وذنين الكلاب ايوي فما ناس توصلت عملها كا في حيوانتها الأليفة ولي هو ممنوع في بلدين أخرى تنحكيو أكثر تفاصيل على قصن وذنين الكليب مع الدكتور علي الدين ماداحي دكو يكمل العملين ويجي بحذينا ويجي بحذينا et c'est parti pour ZON VERT إنتوما تسمع في ZON VERT على EFM أحلى راديو إنتو ما تسمع في زون بيرت على إيسام أحلى راديو وكما قلنا بكري شوية حتى الماضي تليسة بش نبدو مع صديقنا ويل بنعبي من عضو الجامعية التونسية للحياة البرية وكما قلنا قبل شوية الفترة الأخرة لحظنا برشا نيس واللي تجي على لغيزو سوسيو ويقولوا لنا القينا حيوان بري لا نعرفوا كيف نتصرف معه ليس كما قطوس كما كلب مثلا حيوان بري تلقاه ذيب اللي القيناه تلقى ذيب شنو تعمل وين تمشي لا تعرف حتى وين تمشي ساعات أو كونت تتصل والحل القاوه الجامعية التونسية للحياة البرية مع شركاتها مقبل الحل نحكيه على حيوان القيناه على السواحل الجزائرية وبدأ يظهروا وكان موجود قبل في تونس الحيوانة ذي ومعادش موجود اللي هو الفقمة الفقمة كانت تعيش قبل في تونس كانت موجودة في زامبرا وزامبريتا كانت موجودة وفي جالتا وفي جالتا كانت موجودة كانت عن الفقمة في تونس ومبعد استعدوها والتلوث بازر يفدت من البلاستيك هزت روحها ورجعت من نجيت انقرضت من تونس لكن بدنا نلاحظوا اللي هي بديت ترجع للسواحل المتاع الضفة سود دولة ميديترانية الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط ظهرت شوية في ليبيا ظهرت شوية في الجزائر زيدة الفقمة هذية تحكين عليها أكثر قبل ما نبدأ أنا ليس مؤهل برشة ما هوش دوماني البحر أقرب الميكرو أنا ولا أنت لاثنيين يظهر لي لاتخانس برانس في الإميشون كل شيء نحكيوه في اللايف تفاضل أما اللي نعرف أنه الفقمة اللي تشاهدتها في الجزائر حسب الباحثين واللي خدموا عليها غديك الفق دو جروي النوت لذلك ما هيش الفقموان اللي كانت عانا في تونس ثم حتى نوع آخر في المغرب تشاف وطعم ناول فق غي زيدة كيف كيف مهوش نفس النوع اللي عانا في ليبيا مزلت زيدة كي تشافت مرة أخرى ذاك فقموان قاعدين نشوفوا في ديتندانس ما ناش فاهمينهم الحق وأنا مانيش كما قلت ما ناش مؤهل لني معناها بش نجم نحكي في الموضوع هذي أما قاعدين نشوفوا في ديتندانس ما ناش فاهمينهم برشا أما عليش عحنا اليوم حبينا نبداو بحكية الفقمة اللي خاطر يقول قايل مثلا اينا ندور على الشط عرضتني فقمة شنو بش نعمل شكون بشكون نتصل كيفش نتصرف معاها سيتانا ني مال سوفاج لينا ما نعرفوش ماهوش قطوس ماهوش كلب بش نعرف كيفش نتصرف معاها مش ناخو طرف سلامية مثلا نمدلها الفقمة ولا نحط لها شربة ما ما نعرفش كيفش نتصرف معاها دونك كيف دفع محايا وين بري احنا كمواطنين شنوه النجم ونعملو هذيك عليش انتي ديوما بش تحكيلنا على ريسكيو دونك شنية هي ريسكيو هي إنيساتيف بدناها في سبتمبر الفين وثلاثة عشرين ذي الإنيساتيف الكبير عما نحب نرجع بك شوية الأول لكا اللي عرضونا في الجامعية أول كا عرضنا عام مالفين وتسعتاش كا متاع نورس بني عن قوي لونبران اللي جاي في الهجرة وثم برشة طيور في الهجرة متاحهم يتعبوا ويتيحوا في الشواطق متاعنا كلمونا عليه مواطنين من الكرم بشي نالو تنقل نالو كانت أول كا متاع ريسكيو عملناها في الجامعية والتيرة ذاكة معناها عاود رجاع شد روحه وعاودنا سايبناه في البوليونور ريسكيو يعني انقاذ بالعادية يعني انقاذ هو أكثر من أنه انقاذ هو تكفل تأهيل ويعادة إرجاع الحيوان الموتن وطبيعي احنا عام 2022 عملنا معهده مع الإدارة العامة لغبات ومن المعاهده هذيك خرجت انه اي حيوان يتم حجزه خاصة في وليه تونس وخاصة في المطارات والأبراط حيوانات برية هنا نحكي ومش بحرية برية نتكفلوا بهم نحنا كجمعية تونسية لحياة البرية ونعملوا إعادة تأهيل الحيوانات هذوما وإرجاعهم كان ينجموا يرجعوا للموطن الطبيعي متاحه من 2022 حتى لليوم قمنا معناها تكفلنا أكثر من 92 حيوان 92 حيوان مش كلهم كان معناها بالحجز مع الإدارة والسير دي عم تونس ثم أنواع لمواطنين يأما هما كلمونا قالوا نرعوا عنا حيوان بري ما نعرفوش نتعاملوا معاه كيفاش نجموا وين نجموا نهزوه شنا هو نجموا نعملولوش كون نكلموا وكلنا نحنا تنقلنا لهم وتكفلنا بالحيوانات ذاكة وبالتأهيل متاعهم بعد راجعوا كيمال الكالي شوفناها متاع الزيب الزيب اي ثم زادة برشة عبادة اللي تهبط على مواقع التواصل الاجتماعي وإحنا ندخلوا معهم عنا إيكيب ونحب بال معناها بال من هنا نحب نحييل إيكيب متاع الجامعية توسير الحياة البرية حبيب الرقيق وملك الشلبي اللي يتنقلوا للمواطنين يتكفلوا بالحيوان هذاكة أنتي والنوع ثم أنواع ساعات جينا في صحة جيدة يتم الإرجاع متاحهم في الوقت نجم نذكر الأجزامبل متاع الجمعة هذه ثم مواطن دخلنا معه كوتاكت عنده نمس شدوا في الفيرما متاعه عنا تصاور النمسة بعثت لنا تصاور النمسة بقى لي بعثت تصاور النمسة ذيكا فاكرونا سيما يلقى لنا تصوير النمسة يمزل معدي شبساء برشا أنواع متاع حيوانات من داري بتيل معناها زواحف الطيور تصاور النمسة تصوير عشنا وكل مرة على شنوه نجم مش نوع المعناية السوربريز اللي دينا بالنسبة للنمس تكلمنا للمواطنة ذاه وجابهو لنا وقمنا برجاعه في صفيتها معناها الموطنة الطبيعي وسايبناها في بلايس لمناجم ليت لقلق الفلاحة ولا يقلق لعبات غديكة ولا هوا زاد الحيوان ليت لقلق وكيف نهاتهم المواطنة اللي كلمنا سيانيس وله نخافنا وقال في الفيرما قلقه للجاجات شده وشده وزاده بمانيار معنى انه ما يضرر الحيوان بكاج كبيرة وواسعة ولي ما يضرر الحيوان وهبط على صفحة تونسي وإحنا دخلنا معه كوتاكت وصيبنا رجعنا الحيوان هذا الموتن الطبيعي في ليلته وكان موجود معاكم The Dreamer الكرياتور اللي نحبوه بارشة 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 ربيع من إبراهيم اللي يقوم بخدمة مانتا اكستر اوضينار كين موجود معاكم موفق معنى تالغلاشي متاع النمس إذية؟ تم حاجات قادي نحضروا فيهم بعضنا تاي سوربريز تايشيو في وقت سكوب إذية يجبنا نستانيو شغلي خيزو سوشيو متاع The Dreamer بش نشوفهم ولي عند جماعة تونيسية الحيطة بارشة عند الزوز بيه بارشة ريسكيو تتكتب R-E-S كولان هو ثمه للعباد اللي مستنسى أكثر بالمواقع التواصل الاجتماعي والعباد اللي مستنسى ديما تهبط في صفحات أخرى وثمه زادة بلاتفورم نيوميريك اللي على الواب نجم تدخل تكتب برسكيو تخرجلك البلاتفورم وليت نجم تعمر إذا رقيت يا أما حيوان مضروب يا أما تخلك حيوان ساعات لدارك ساعات عباد يكلمون على خفاش تدخل الدار معرفش كيفاش يخرجوا ساعات فكرون جاهل الجنينة ساعات طيور دخلت كيف كيف معناها ساعات معناها خطيفة ولا حاجة تدخل مخباتوا بها ساعات الخطيفة ثمه عباد اللي ما ما تحبش تمسها ولا ما تعرش كيفاش تتعامل معها ينجموا يحطوا المعلومة في البلاتفورم هذية وإلا حتى كان ريت معناها كامتاع براكوناج متاع الصيد متاع يا أما حيوان محمي يا أما مش في وقته يا أما حاجات معنا دي دي باسموه كم هكا كان ريت مثلا إنسان مشهور يربي في حيوان بري اللي المفروض ما يربيه يشمهوش يعملوا في حاجات كم هكا ونروا فيهم وهذوكم ترى معناها على مواقع التواصل الاجتماعي عبد مربي ثعلب ولا مربي فنك ولا حاجة نجم تخبر يا أما على الموقع متاع على الفيسبوك وإلا على البلاتفورم نيوميريك به هيت ناخدوا فكرة على شنو ما هم الحيوانات انتي تواسيته دي جا قلت آآ فنك قلت فاكرون حتى الفاكرون اذيك اللي ربيوا في الدارة هو ذيك حيوان من أكثر الحيوانات اللي مهتة بالكوميرسي ليجال معناها بالترافيك متاع الحيوانات شنون أنواع الحيوانات الاخرين مثلا فما جون سيبا ما لها ليلي وإلا لونجو لما نعرفش في سوسا لقيت و بعث ولي بيزهر على انستغرام قالوا لي تفارج راه وعندهم قرد مسلسل يعملوا به في الشوو معناتها هل هذا مسموح به وإلا ليه هذي مش انواع متاع القرودة مهوش مسموح باهم لبريمات الكل معناها الانواع متاع القردة الكل مهوش مسموح بالتربية متاحهم وإلا حتى بش إنه معناها ساعات يقولوا العباد إنه حتى يتصور معهم وش مسموح رأوا هذيك يخلي إنه العباد أخرين زيد تربي ومعناها ويساهم في الترافيك هذي لذي، ممنوع ويعاقب عليه القانون ويتم حجز الحيوان هذيك ويتم نقله للعباد مؤهلة إنه معناها ما هذا يعني شي قرودة في تونس أما يتهزو البلايس كما مثلاً يمثلنا البلفتير ما عنها أموها هذيكا يكون يكون بان تتريتايا خير من عند ملها ليلي ولا عبد يلزم تشوف الفيديو المنشدها هكا من يديه ومن راقبته مسلسل من البلايس الكل بالحديد حاجة توجع القلب تحس روحك في سيكل آخر معناتها رجعنا دي سيكل التالي ما نعرفش عليش يعملوا هكا يونتوكا أنا ما انتنا ننسح الناس اللي يمشوا للبلاس هذي يقاطعوها هكا علنا نقولها مدام هم ما يحترموش الكائنات البرية اللي ممنوع ممنوع انك اتربيها ولا حتى تتصور معها بش ما تشجعش ناس اخرين انهم ويعذبوها خاصة ان اللي هما ما انت رابطينها بالحديد رابطين القردة ذي بالحديد دونك يعذبو فيه وحنا هذيك عليش عملناها هذي معناها البلادفورم ريسكيو ولا الجروب فيسبوك خطر الرقابة نعرفوا اللي ماهيش آآ ماهيش برشا آآ قصوها معناها الإدارة العامة الغابات والمندوبيات الجهوية الفلاحة آآ متجمش تكون برتو في في كل وقت هذيك علاش معناها نراه اللي المواطن عنده دور كبير في في التوصيل معلومة وانه معناها بتليفون معناها على الفيسبوك واللي على البلادفورم ينجم يوصل معلومة لنا نحن والإدارة العامة الغابات خطر طوال البلادفورم هذية مربوطة معناها مع الإدارة العامة الغابات بش نسرعه في التدخل وفي أقل وقت معناها آآ في أقل وقت ناخده انشارج الحيوان هذا في آآ معناها في أقل وقت نجم ان نتلاو به ونجم يرجع على باس وكان يلزم مدويتو فما آآ بياترا معاكم في في الانيسياتي الزيديا احنا عنا الكورديناتور سونتيفيك متاع الجمعية اللي هو طبيب بيطري مختص في في الحيوانات البرية اللي هو انشاوقي نجار آما اليوم زادا حبيت نعمل آآ نداء للبياترا اللي يحبوا يعاون آآ جمعية ويعاونوا في آآ في الخدمة هذية آآ آآ اي بيطري يحب يعاون ينجم يتصل بنا على الصفحة الرسمية للجمعية تونسية الحياة البرية ينجم يعاون آآ والت البارح جبنا آآ طير آآ جارح مضروب في آآ آآ بال بالكرتوش آآ الطيره ذاية ما عادش بشي نجم يتير خسر آآ جناحه و آآ مالورز ما بشي قد في الحال هذي كاما ما مالورز ما بشي قد في الحال هذي كاما ما كون فربوا بالكرتوش شوي آآ عباد اللي آآ اللي تعمل في الصيد الممنوع من حبش نسميهم صيدة خطر ثم برشة صيدة اليوم اللي معناها آآ يتشكيهم العبادة ذوما أصلا يتشكيهم الصيد الغير القانوني الصيد بالليل الصيدة بتاع الانواع المحمية آآ هذوما عباد اللي تحب تفسد معناها عباد اللي عندها تحب تضرب اي حاجة تتحرك آآ والحيوانات هذوما كما البيوز فريابل اللي ياخذيناها آآ طير عنده آآ قيمة كبيرة برشة في الانظمة البيئية يعاون برشة في الضغط على الاعداد متع القوارض متع الفيران متع الجرابع وخسارة اللي معناها أنو حيوان كما هكا يقعد برشة حياتو كاملة هذي كاليش اليوم نعملو نداء للبياترة اللي نجمو يعاونو الجامعية هذي منجموش نمنعو أمراو نجمو نمنعو برشة انواع أخرين ونجمو ماناها نرجعوهم الموطنهم الطبيعي ترى بيان نرجع نفكر ريسكيو تكتب ريسكيو تتكتب ريس كولان فما بلاتفورم موقع سيت بلغتنا اللي مستنسين بها الجنراتي عالقل سيت انترنت اسمه ريسكيو تدخلوا علي أبرل أنو المواطني نجم يبلغ على الحيوانات شنو الحاجات الأخرين اللي نجمو نشوفهم في ريسكيو ألا اللي مبرمجين بشنو اللي نشوفهم على ريسكيو؟ هو اللي مبرمجين هو أنو بش نحاولوا كل عام نخرجوا الأعداد بش نحاولوا نوعيوا على رعب قداش من نوع تحيوان معناها تم معناها التأهيل متاعه وانقاضه بزادة كيف كيف نحبوا انفالوريز اللي فارمتاع العباد متاع المواطنين العباد اللي ساهمت في الانقاض العباد اللي ساهمت في التأهيل آآ خطرا له معناها التأهيل يطلب برشة موارد يطلب فلوس يطلب ماكلة للحيوانات هذو ما يطلب وقت هذيك عليش احنا معناها على البلاتفورم هذية بش نحاولوا كيف كيف زادة آآ انفالوريز خدمة البريجاديا دوشاس الأعوان متاع الغابات اللي قاعدين يخدموا في خدمة كبيرة آآ واللي الخدمة متاحهم متى ترعش هذيك عليش معناها من البلاتفورم متاع ريسكيو في آخر العام بش نعملوا حوصلة ما عملنا في العام هذيك العباد اللي ساهمت العباد اللي عاونت وكيفاش نجمه آآ نعاونه وزادة كيف كيف معناها محلولين لأي افكار من مواطنين من عباد مختصة من حتى أي عبد اللي عنده فكرة ينجم يعتيهانا ونحاولو نحسنو معناها ما بعد بربي قبل ما ننفق فما حاجة دي مراوها خاصة في المناطق السياحية نلقا وكل تقاشيب ولا مجموعة من مجموعة من الشباب عندهم آآ سقر ولا هكا نوع من آآ الجوارح ويجيوا الناس يتصوروا معاه هذيك عادي؟ هذيك مش عادي الجوارح الكل بأنواحها من اللي يعيشوا بالليل كما البومة للي يعيشوا بالنهار كما السقر والنصر والسيف السيف حاجة أخرى ثم يصطادوا به هذيك حاجة أخرى أما اليراباس بصفة عامة أبار أنه تبدأ عندك آآ رخصة وعناها في مهرج سيف شوارح الكل ممنوع الحجز متاحة ممنوع الصيد متاحة ممنوع امتلاك متاحة ممنوع حتى أنك تتصور معها راو تساهم خاطر تخلي أنه العبد اللي شد السقر هذيك معناها يعود يرجع مغضوة خاطر تم فلوسوا على الحكاية هذيك 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 علاش كي تراها حاجة كما هكا تنجم تخبر وتبلغ في ريسكيو واحنا الأعوان متاع المندوبية جهوية للفلاحة بتونس كل جماعتين يجيبوننا أعداد متاع سقور وقاعدين نسيبه وثم آآ فيديو متاع ديرو الأشياء إن شاء الله هابش نحطوهم على الباج متاع الاسوسياسيو كل مرة قاعدين نسيبه كل مرة معناها الأعوان يعودوا يشدوا معناها السيركل كبير يسروا ونحاولوا قاعدين معناها مع العباد الكل مع الأطراف كل حتى المواطنين حاولوا قاعدين نقصوا فيه ولا وجستما نحب نحكي على نقطة معينة لأن مستمعينا أكيد يعين بشي هذي لكن فما شكون يقول لك آآ هذيك جون قاعد يسترزق يلم في لقد في خبزة استاد سقر وإلا واحد من الجوارح ويصور معه في العباد آآ هذيك جون قاعدين نجم يسترزق بخدمة ما يضررش بها غيره لأنه كيف ما سمعتوا وائل قبيلة راهو هذيك عندهم دور في المنظومة البيئية الكل آآ ينجموا مثلا أنت كت تكثر من صيد جودي نبورتكوا الساقر شنو ييكل خطنا عالف كين الساقر كما أنواع السيركيات تاك الحنوشة يعني سبيسياليست في الحنوشة يعني كمتان الحنوشة مثلا كي هذوكم مثلا ينقصوا برشة ولا ينقرضوا كبير من جرة الصيد الجائر هذي اللي احنا ما نزمناش نستعدوهم لأنه ممنوع عليش ممنوع لأنهم يضغطوا على الحنوشة باش ما يتكثروش برشة خطر في أوفينال هذوكم الحنوشة بش يضرر الفلاح بش يضرر انت في دارك معناتها كي يبدو عادية غير طبيعية في طبيعة الحال كي يكثروا برشة لذلك يجب أن نجعل الطبيعة تنشي على طبيعتها لا نبدو أن نستعدو في حيوانات اللي عندهم دور مهم لأننا نعيشوا مرتاحين وفي امان لذلك لا نمشيوش نتصوروا مع السقر كي نلقاه في سيدي بوسعيد ولا سوسا ولا أي بلاسة أخرى سياحية نمشيو نبلغو على خاطر هذا كي يجبوا يعيش في الطبيعة حر ليس مربوط بسلسلة ولا بحبل ويتصوروا معه لا تغيصت امشوا على ريس كيو على الفيسبوك زيدا اخ او اس كولان ولا على الانترنت البلاتفورم الجديدة تكتشفوها وتشوفوا زيدا عملية الإنقاذ اللي قاموا بها الجماعة تونسية للحياة البرية السيخ ديها مندوبيات الفلاحة والإدارة العامة للغابات وتحييتنا لهم والمواطنين زادا نحب نحيي برشة المواطنين اللي يكلموا فينا و اللي يعاونوا فينا على الخدمة هذي معناها في عام رجعنا اكثر من ثمانية وخمسين حيوان للمواطن الطبيعي معناها هذه خدمة كبيرة ونحب نحيي العبادة كل اللي قاعد اتعاون حتى سي رضا العوني اللي قاعد يتكفل وقاعد معناها يأهل في الحيوانات هذوما العبادة اللي تتكلم فينا العبادة اللي تتكلم فينا المواطن الطبيعي برافو اتو المند برافو للنس اللي شركت دجا في ريسكيو وانتو ما زادا ودخلوا على ريسكيو وكونوا فاعلين بيش تحافظوا على بيئتنا على ثرواتنا الكل البرية البحرية واللي احنا تخلينا زادا نعيشوا في سلام وفي صحة جيدة مواصلين معاكم في زونفخت ومش نعديو غنيه المرة هذي غنيه سمباتيك شي غريبة اوكي جوليا بوترس تتكلم في زونفخت على إيفم احلى راديو إنتو ما تسمع في زونفخت على إيفم احلى راديو هذه زونفخت معاكم شغيز حتى المذي ثلاثة في على إيفم احلى راديو كما قالت جوليا بوترس الشي غريب اللي نعيشوا فيها احنا تاو يظهر لي حاجة نعني فيها الناس الكل اللي هي انقطاع المياه قلة المياه الفلاحة ويبفاء والمواطنين يبفاء والمناس كل الامين قص عليك المياه ساة قص عليك المياه وقص عليك المياه يوميا معناها في بعض المناطق يقص المياه ساعات حتى في وسط النهار فما المناطق يقعد بنهارين ثلاثة المياه مقصوص عليها الناس الكل تتشكها لكن احنا تقول اكتوبر سبتمبر الفلاحة تبدأ تخمم في فلاحتها المختصين من المرسد الانستيتيوت ناشونال دو ميتيرولوجي يقولوا اللي ماناش نراو في امتار جاية الفلاحة شنو بش تعمل بش تسقي اراضيها المواطن شنو بش يأكل نهار اخر لانو اذا الخضرة والغلة ما تتسقاش مش بش تتوفر بالكمية اللي لازمة ادنك بش تغلى كيفش بش نعملو في هيدا الكل نقص المياه هدايا وين هايززنا شنو اللي جاينا فاثنيو ديك عاليش معانا مادام راوضا غفراج حدثت معا مادام راوضا غفراج이고 منطقنا اعلاف كيف سوف تتوفَت لك في توجد مناو ديك بارنامجي ونشكر لك ديما جيوب وتتفاعل معا واسيل الأعليم خوفنا في عديد الواسيل الأعليم وحتى هنا في إيفم مع مراد زغي دي سابقا وغيرها من البرامج دونك مرحبا بك على إيفم بيش نحكي وعلى المي مثلا في سبتمبر حسب لأبسيرفاتوار دول مرصد التونسي للمياه يقول لك فما مية وخمستاش نشاكوا في سبتمبر أكاهاو على انقطاع امدادة المياه واللي معناتها رقم مفزعة شوي دونك مادام روضا غفراج أول سؤال يمكن انتي تعطينا تقييمك للوضع في تونس بسي فا عاما ديجا مرحبا بيكم بو الوضع جو بوس كنسي كل قاعدة شوفيه وضع معناها غير عادي يعني انحباس الامطار لسنة الخامس المتتالية ازدياد كبير في درجة الحرارة اللي هو يتولد عنه التبخر متاع اي اي معناها سطح ماء من الارض ازدياد حاجيات الحيوانات والانسان والارض ككل وضع صعيب شوية صعيب برشة مام لسببين انحباس الامطار يتولد عنده معناها ثعوبية خزن الماء في السدود وكذلك عدم معناها توفر المياه لتجدد المائدة المائية اللي هي مستنفى ولقيها للسنة الخامسة في العشرة سنوات الاخيرة عند تقريب هذه السابع ولا الثامن سنة جافة يعني فما استنزاف كبير للمائدة المائية والمائدة المائية ما تجديدتش يعني الخطر اللي هو اقوى بكثير من كوننا ما عناش ما في السدود لانه قال المالي تحت لر الطوى قاعدين استعمروا فيه ما نعرفوش ايش عنا وما نعرفوش قداش عنا فما قبار نجحت فما قبار مراقبة نجحت وين ماشين معناها كالسيناريو زيرو متركوب ما نجحت بعد عليها حسب رأي الاسبوع اللي فات كان عبدالله الرابحي الأمين العام سابق للدولة المكالف بالمائدة المائية وخبير في هذا المجال كان موجود ضيف مع زميلي مراد زغيديو قال يلزم الحكومة تظهر استباقية في إجراءاتها وتطبيق تدابير تتناسب مع التحديات اللي نواجهوها كان بش نستنيهو حتى مثلا للشتاج جي ولا فيفري جي بش نكون معاش بش يكون عنا معناتها مجال كافي للتصرف شنو ما هالإجراءات اللي يلزم الحكومة تقوم بيها اليوم وقبل فيفري كي ما قال سي عبدالله الرابحي بش ننغطها بامتي با متي با لكو شوز مدام المعناها السؤال واضح أظن والإجابة زادة ما هي شي مستعصية معي فو با اتر بولي تكنيسيان فو بوفا غير فوندغ أنتي ما عندكش موارد والموارد اللي عندك توا أقل من الحاجيات متاعك ومش مقابلك جاي أمطار ولا مش جاي أمطار شنو ما يزمك تعمل يا إما مش تنقص الاحتياجات متاعتك الدرجة تكون ما تفوتش كمية المالية عندك وإلا تقول أنا مستحق الماء ما عندي شمام من عند ربي في السدود والمائدة المائية متاعي فيها مشكلة مش اللوج موارد بديلة موارد جديدة والموارد الجديدة اللي تنجم تجيه يطوى في خلال شهرين وللتا أشرة هي بالمعناها تحليت بياه البحر معناها كلمحطات الصغيرة المتنقلة تنجم تشيريهم في سعى الدولة تبرمجم وتشيريهم باشتير خلال ثلاثة أشهر يجيوا يتركبوا يتحطوا وتنجم تنتج المحطات لكن يقولوا أن المحطات هذه مكلفة جدا علينا لكن يقولوا أن المحطات تحليت المياه مكلفة وكانت تجربة في جربة وما نجحتش لا لا سمحني مادام لا لا مش ما نجحتش أنت طوما عندك شماء ما هو الحال تخلي الناس من غير ماء تخلي الناس تستنزف في المائدة المائية في جانبي 2023 السيد وزير الفلاحة السابق أعطى قرار للعدة الأربعة عشر المندوبية باش يحفروا أبار في المناطق السقوية باش يسقيوا لون ماشي معاك أنا أنا معنا حتى في سيبريتيش عنا ما في المائدة المائية طوة أول خطوة لازم نشوفوا الأبار اللي عنا أول خطوة لازم نشوفوا الأبار اللي عنا مزيل فهمين نشحت نعملوا معنيتها الخطوة الأولى عنا ساحيتك عنا وضع المواد المائية ومن ناحية الكمية والكيفية هذه الحاجة الأولى طبعا وقلنا هذا من عمناه وليت عمناه اللي لازم معناها الضغط على كل معناها معناها المنشآت وإلا الاستعمالات اللي فيها تبذير ماء ولي فيها معناها دي بردو كيما برشة حلاقم معناها مقصرة قديمة الصناد عندها بوكو دي بردو دون لي ريزو الفلاحة عندها دي بردو في لي ريزو معناها تأخذ خمسين تستعمل كان عشرين ولا ثلاثين والاخر ضايع في الأرض إيه ونمشي معاك أنا أنا كنقول لك عندك أحلاقم عندها 40 عام لازم تجددها وما تجددهاش أنت كدولة ما تجددهاش نو تحبني نعمل باي بلاد ما عندهش ماء هل يعقل كون يتنتج كل شي البطاطا أقوغو البصل أقوغو التماتم أقوغو يا والدي إذا ما عندهش ماء يزم فما عدة استعمالات ولا عدة إنتاجات يزمنا ننقصوا فيها إذا كنا ما عندهش قرارات حاس ماش معناتها ينجم معناه المسؤولين الكبار يأخذوا قرار يقولوا مثلا ما نزرعوش مثلا ما نزرعوش بطاطا مثلا أي لكن الفلاح اللي متعود ما دام يزرع البطاطا ويلقى روحه ما عندهش ماء شنو ينجم يعمل الفلاح يمكن الشي اللي خلى بعض المواطنين أنهم يحفروا أبار مغير رخصة زيدا أنهم يلقى روحهم أبليجي بشي بشي يسقيوا أراضيهم شوف مادام هو الوضع هو الوضع سمحني الدولة هي اللي غالطة الدولة غالطة خطر في الحالة نضوب الموارد في الوضع اللي احنا فيه الدولة لازم تعلن حالة الطوارئ وقت اللي الدولة تعلن حالة الطوارئ تخرج قرارات جريئة وجديدة متماشية مع الوضع اللي احنا فيه وقت اللي انت وزارة الفلاحة تمدت في القرار اللي خرجوا سيد الوزير في مارس في السنة هذه وقت اللي عملوا التقسيد في الماء ومنع واستعمالات كانت تذكروش في تسعة وعشرين مارس خرجوا معناها خرج معناها قرار نهار ثمانية وعشرين سبتمبر القرار هذا معناها مدوا فيه وين حطوه الإعلان حطوه على السيتواب متاع وزارة الفلاحة والسيتواب متاع الصنات برا امشي طوتيج بدوا معلنوش عليه بالكل ومخبوش المواطنين ومعلموش المواطنين ومعلموش الفلاحة وحطوه دفاسانت خديسك خات على السيت انت دولة مش قيمة بواجبها يلزمها تعلن حالة الطوارق وتمنع استعمالات الماء لكن يلزمها تحط سكونابال لمزور باش الفلاحة لمسقاش عندها صندوق التعويض تعوض له لكن بما انها الدولة سمحني على ركايبها ما تنجمش تعوض لحتى شخص دونكم خلي الماء على البتيخ ولو انو معناش ماء وهذاك عليش احنا ماشيين الكارثة كبيرة اراهوا السنادة نجم تجي تجي من فرجات تبقاهم ما فيهمش الفرجات اللي كانت تجبن منه 30 لتر في الثاني طاوة تجبن فيه 20 و22 و18 معنى الوضع سعيب 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 عليش خطر الدولة واسمة معنى في اعلى الهرم ما اخذوش الاجراءات اللازمة لي معنى اللي هو اعلان حالة الطوارئ ويخرج قرارات فورية شنو هي القرارات اليوم مادام راوضة غفراج القرارات بعد اعلان حالة الطوارئ شنو هالاجراءات او القرارات اللي لازم الدولة تاخذها مفلن منع استعمال معناها فما فما منتوجات من انتجوهمش ما عندكش ما راو راو ماما تاسا سيبا سور سيسا ما عندكش ما ما تنتجش او لازم ان اكمبن من للفاليح طبعا لازم اتعوذلك خط الفاليح مالو الا انسان ومواطن يزموا بيع باش عايش عائلتو وفما المعملة اللي باش يخط ماتم ولا غيرها و باش يعمل لنا طبعا معناها فما فما حاجة فما استعمالات يزمها تاقف ما عندكش حل اغاية و الا امشي اعملوا الماء وبيعوا المترو كوب تل ثلاث ما فمش حتى حل اخر سمعني اذي حاجة ثاني حاجة فما الناس قاعدة تستعمل في الماء وتبيع فيها على مين وعلي سعر ايه الدولة وين هي وزارة التجارة وين هي الناس قاعدة تستنزف في الموارد انا مشكلتي راو استنزف في الموارد قال لي معناتها مش ينهار معاش تلقى الماء في المائدة المائية خطر طوام مش يمشي وينقص معناها تنقص الانطار يعني تجدد المائدة المائية مش يمشي وينقص معناها ما فماش يلزمها الدولة تقر اللي هي الموارد اللي عندها شوية ويلزمها تلوج موارد بديلة لكن الموارد البديلة السحل البريوريتين بتاعنا الماء سالح للشراب بالوضعية الحالية من المستحيل باش تعطي الماء للناس الكل بالطريقة اللي متاح سناد معناها بالمنشآت المائية وبالقنوات متاح سناد اللي هي قديمة ومتدهرة في عدة مناطق يعني لازم سناد تقوم بسيانة القنوات متاحة بش معاتش نضيعوا الكميات اللي هي لكن مادام هيدا مكلف جدا هل هيدا فزعب لليومة معنات النجم انطبقوه اليوم الدولة تنجم انطبقوه مثلا مادام مادام ما عناش حال اخر تكن قول لك انا التولة فم برشة حاجات حقها عملتها عندها قديش هي راقدة ماشي تعمل ماشي تأدي فيه واجبها اذا كنت قولي طوة طوة معناها غدوة شي يزي مني نعمل بطبيعة ما عندي ما نعمل منها الغدوة ما عندي ما نعمل طو نكتفه دي انا نسلناه رحمة ربي يا كهو حتى سمحني في الكلمة تزيد الدنيا تخلى حتى 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 حد ما هو واعي بالوضع حتى حد ما هو واعي ماشي معقول هذا زادة راية معناها لسوليشيون متاع الماء هم مش موجودين في السكتور متاع الماء فهم تبذير فهم استعمال رهيب للمأكولات للخضر للغلال الانسان ينقذ هذا شوية هذي بنسبة لنا احنا كمواطنين يعني مادام جافراج احنا كمواطنين معنا يزينا نغيروا عاداتنا طبعا طبعا مادام راه ورانا راهو مش اللي نشوفه فيه اسنام مش يولي كل عام هكاكة راهو راهو يزينا نبذلوا عاداتنا ان معناها معادش نبذروا الماكلة اللي نطيبوها ناكلوها معناها نستحفظوا ومش كل شي موجود سبحان الله معناها فما فصول ما تزرعش حاجات أخرى ما نقصوا في التبذير نقصوا في تاسيش الخبز نقصوا في برشة حاجات معناها وكيف كيف الفلاحة يزينا تولي موجهة للحاجات الضرورية 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 انا نخير ناكل تماطم ومعنديش كعبة غلة تماطم هاي تتكلف برشة ماء مادام قفراج هاو تماطم يقولوا تستهلك برشة ماء فش ناكلو مثلا؟ كل شي استهلك الماء مادام احنا نجمو نعملو حتى معناتها انكات كبيرة لشن ناسيونال رأوا الموارد المائية بتاعنا متكفيش رأنا يلزمنا ننقصوا في الانتاجية متاعنا في المنتوجات متاعنا شنو ما الضروريات اللي يلزمنا ما نجموش نستخنو عليهم كان قالوا الناس تماطمنا على المطماثم معناها بكمية فعيفة الناس التاكل الأقل فما برشة تبذير مادامو تاتيش بالنسبة للدولة وإلا نمشيوا الحدي ومياه البحر معناش حلول أخرى رأوا فما الاستمطار معناها نجربوا الأمطار أما هذا يعطيك معناتها ما يعطيكش برشة معتها عشر خمساش في المياه ميل مطر اتناشم زادة تشبد تستعمل الهواء وتعمل سكونة باللوقات مصفريك معتها فما ديستاسيون تجيبهم يجبدولك الهواء ومالهواء يخرجولك الماء كيف كيف ناشم تعملوا ماء كيف كيف مكلف لا سوم الماء هو نورمال مكلف مكلف لا يوجد مائز لا تجيب الماء لكن ليس الناس الكلت نجم تخلص تدفع حق الماء كيف ما قلت انت ب 3 ألاف مثلا ليس الناس الكلت نجم تأخذ الماء ب 3 ألاف لأنه يمكن المواطن العادي لا يقدر على شيء هذا لا ينجم فما في الماء سالح للشراء بالدولة تنجم تدعم بعض الفئات فئات من المجتمع مش الناس الكل لكن معناها الناس الكل يزي ما تكون وعية اللي مش يجي وقت اللي سوم الماء مش يطلع برشا الجميع مادم الناس تشرب في ما الساب سامحني ما الماء المعلب مادم قافرات الماء الماء المعلب قديش المترو كوب المترو كوب 400 الف مدام الدبوسة 400 فرنك في هترا ونص والليترا لتر تقريب 400 فرنك معناها المترو كوب 400 فرنك السناد تبيع في المترو كوب او موين ب900 فرنك 950 فرنك لا علاقة لا علاقة دونك المواطن واحد لكل شي قاعد يزيد وماوش من الممكن باش الماء معناها يستعملوا ولا يشربوا معناها ببسوم رمزي معناها يفو بيان كالكمباي وماوش من المواطن ومام سي الاتات سوفانسيون سي الارجان دي كنتريبيوابل كيف كيف لكن فما استعمالات انا واحدة من الناس ما تزيدنيش في سعر الماء وقتنا انت المخلي استعمالات اخرى انا بالنسبة لي ما هيش ضرورية مفلل الحمامات اني 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 سكرهم الحمامات انسكرهم البيسين الكل نقم العباد حتى حد مايعمل بيسين حتى السكتور توريستيك يسيد يسكر البيسين مش مش تاقف الدنيا مدام راه وراه وفما هذية هذية امور حياتية راه الحالة متأزمة للدرجة هذي مدام الحالة صعيبة يعني اليوم للدرجة هذي الازمة للدرجة هذي الازمة للدرجة هذي وما زالت مش تزيد راه ورب يرحمنا صحيح اما انا نقول ونعاود وهاني ننبه وانو ما عنديش مزية ومن ناحية خبرتي ومعناها ولمستوى معناها راه نقولها ونعاود نقولها يا سيادة الرئيس يا سيادة الرئيس الحكومة حتى كان السدود متاعك معبية اراه الموارد المائية اللي موجودة في تونس غير قادرة باستعمالك التنمية اراه فما تدهور كبير في المنشآت تدهور كبير في الانظمة البيئية في الطبيعة ككل لأنها استنفزئ معناها خذاولها الماء متاحها الكل الطبيعة بكلها مشتة وهذي اللي يخلينا الموارد المائية متاعنا تمشي وتضعف يعني يلزمنا حلول اخرى من ناحية الانتاج استعمال الماء ومن ناحية معناها وجود مياه جديدة مياه متجدة ولا مياه غير تخليدية كما مياه اللي تنجم تجينا من تحلية مياه البحر للأسف تحلية مياه البحر مكلفة فيها اضرار بيئية لكن قليل من اضرار بيئية لأنها معناش حل اخر وهذا الكل يصير بعد ما الدولة تنقص من التبذير ومعناها من الضياع في المنشآت متاحة وفي القنوات متاحة هذك يتعمل اليوم قبل غدوة معناش فلوس ناخد قروض ونعملوه اذا ما نحبوش نعملوه زايد نحكيو وزايد نطلب وربي بشعتنا المطرب خاطر المطرب بشعتي هنا ماناش قادرين باش نتمنوها ونستعملوها بالقدار ان شاء الله السيد الرئيس وسيد الرئيس الحكومة يسمعوا النداء اللي واجهتول مادام روضا جفراج اتخافير نوزاند مرسي بكو على كل النسائح اللي قدمته لنا والتوضيحات اللي قدمته لنا وان شاء الله دولتنا تتدارك نفسها ونلقاو حل لأنه كيف ما قلت انتي الوضع ماشي بشي زيدي صعب وليزم احنا زي داكام مواطنين نكونوا واعيين بخطورة الموقف اللي احنا موجودين فيه ومنبدأ وش مبذرو على خاطر مواردنا ما تسمحلنش بشيكون عنا هاللوكس بشيكونوا مبذرين شكرا مادام روضا جفراج مرسي ويل الدكتور علي الدين مدحي اعتذر ما نجام شلتحق بنا اليوم يكون بحثنا بتاتر جمع الجاية مرسي اتو تلكيب امين سليم ومايما ايمالي كنت معكم سريز توبشي جي مكرمي قدم الاخبار وخليكم ديما برانشي على ايافام احلى غاديو الاسمان بروشين نسكول باي باي بان ويكان ايافام ميتيو عسليما اهلا وسهلا ومرحبا بكم على ايافام احلى غاديو تقصي اليوم تكون فيه صحب عبره على كيم البلاد ومن المنتظر انه تتراوح درجة الحارة للقصوى بين 25 و30 درجة وتوصل لحدود 32 درجة في الجنوب الغربي